نحط برنامج لخمس سنين لأدام متفاجأ من بعد ما كان الكل مصرين وعم بيساعدوا انه بيتمنوا علينا من رئيس الحكومة للوزراء بري رئيس بري للوزراء للرئيس مئاتي للكل انه نتمنى عليكم لازم تتفقوا اليوم قبل مجلس الوزراء اتفاقكم اليوم هيوقف مشروع كارثة على البلد هذا حديث حديث الوزراء حديث الاقرب للوزير شرب النحاس مين يعني الاقرب كلهم كل الوزراء واصلا نسمعناهم يعني مثل الوزير عبود الوزير الصناعة الكل اصرين انه ما نترك الاصر بعبدة الا ما يكون في اتفاق بصينا الاتفاق نضينا الاتفاق هيئة الاقتصادية والاتحاد العمال العام طلب منا رئيس الحكومة نروح ونبشر العالم نحن والاتحاد انه اتفقنا من اجل لبنان من اجل العامل من اجل المصلحة الوطنية اتفقنا رحنا صرحنا وتركنا باب ما في تنسي عم نعرف انه الوزير اصر على مشروعه وطلبه على التصويته صار يلي صار بس هون شو اللي خليكم تروحوا على الاتفاق غير هيك يعني مثل ما عم تقول انه لاول مرة في التاريخ بيرطدوا ارباب العمل انه يقعدوا مع ممثلية العمال شو اللي خليكم توصلوا هل اقتنع اليوم ارباب العمل انه كان في غبن بالتعاطي مع العمال شو خلينا نوصل من اجل الاستقرار الاجتماعي ومن اجل الامن الاجتماعي مع العلم اذا بدنا ناخد كهيات اقتصادية نحسب بالارقام بوضع اقتصادي اللي عم نعيشوا في لبنان بالوضع الاقتصادي اللي حولينا ما منقدر نزيد ولكن انه لا من اجل الاستقرار الامني والاستقرار الاجتماعي ومن اجل العامل خلينا ناخد هذا القرار اللي هو قرار جريء جدا من الهيئات الاقتصادية على امل انه 2012 يتحسن الوضع الاقتصادي نوصل لنمو 5% لنقدر نتحمل هالزيادات لانكم حاملين زنب لانه هذا الاستقرار الاجتماعي يعني البعض يقول بانه انتم كارباب عمل وكهيئات اقتصادية كنتوا السبب بضرب هذا الاستقرار الاجتماعي كل فترة يعني ما بعد التسعين اذا بدنا نقوله انه صارت فيه في طبقة تزداد غنى وفيه طبقة هي العامل تزداد فقر الكطاع الخاص من سنة التسعين هو اللي حمل لبنان واقتصاده والهم لوصلنا لهون بالعكس في كتير عالم عم تخلط ما بين واجبات الكطاع الخاص وواجبات الحكومة النقل من واجبات الحكومة التعليم من واجبات الحكومة الطبابة من واجبات الحكومة ما نخلط نحن شو نحن هلأ عم نيقض مطرح الحكومة وعند عم ندفع بدل دقل وعم ندفع بدل مدارس نحن عم ندفع نحن اخذين مطرح الحكومة وهذا الشي غلط بي لانه اخذت مطرحكم ايضا بالفترة هيدا يلي نحن اتفقنا فيه نحن والاتحاد العمال العام لازم نحط خطة سياسة اجتماعية شو المطلوب من الحكومة ونضغط على الحكومة بالتنفيذ ما بيجوز انه نكمل بس الحكومة مش حامتكن كمان فترة من انه انتم كارباب عمل كمان بالوقت اللي كنتوا انتم عامين معي يعني هيدا الديل اذا بدنا نقول او التسوية اللي تمت نحن مندفع بدل نقل من خارج الاجر بينما ما عم ندفع معاشية كمان هيدا الاتفاق كان بدل النقل لسنتان بس هدا كان بس لسنتان والسنتان وصت 16 سنة طب وصت 16 سنة زادت معاشية العالم اكيد بقى مصر شتا عزيت بالالفان وثمانه بقى 96 لالالفان وثمانه بقى 96 لالالفان وثمانه نزاد من 300 الف لالخمسمائه الف يعني تقريبا شي 80 بالمية صلحوا الوضع وغلط كان ننطر من 96 لالالفان وثمانه واتفاقنا مع الاتحاد العمال العام مبلا نرجع حلقى لالخمستعاشر سنة شو صار غلط من الحكومة اما مين صار غلط خلينا نحكي اليوم اتفاقنا نحل واتحاد العمال العام يجب علينا كل سنة نشوف شو نسبة التضخم ونزيد العمال ما لازم ننطر لا ثلاثة سنين ولا أربع سنين ولا حتى سنتين لازم سنة بسنة هيدا الاتفاق بينه وبين اتحادنا هيدا لأي خال اتفاق هيدا اللي اتفاقنا نحن ويجي نحن ويجيهم من أول السنة هيدا مطالبنا هيدا خطتنا هيدا سياستنا وصلنا لاتفاق فعلا اتفاق تاريخي لأول مرة نحن والاتحاد العمال عام نتفق نتفق وعن نتحاور شون خليكوا تتفقوا لأنه كان فيه بالمواجهة مشروع الوزير النحاس أبدا المصلح الوطني مصلحة لبنان مصلحة أمنه ومصلحة العامل طب بس انتوا اتفقتوا كما ينص على المشروع وحبت نفسك مثل ما بين قلق نحن متفقين متفقين ما بس نحن الشعب لكل العالم متفقى مشروع شرب النحاس مشروع بيخد لبنان على الخرابة مين كتا العالم ما بحقيت تصاليين اعتبرو بأنه صدمة إجرية خليني 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 رئيس الجمهورية المؤتمن على البلد ومؤتمن على الشعب ومؤتمن علينا هو رافضه مظبوط رئيس نبي بره يلي نحن عنا سئة بحنكته بوطنيته بخوفه على البلد وعلى استقرار البلد رافضه رئيس الحكومي صرح هايدي كارثة على الاقتصاد اللبناني كل الوزرة والوزرة الاقرب لقالهم الوزير فادي عبود الوزير هو ايضا نحن عمل الوزير الصناعة الهيئات الاقتصادية كلها كل هالعالم يستنى ما بتفهم ومعالي الوزير هو اللي مشروعه متشبس فيه هو اللي بيفهم بس بس لش لش احد رواج عند العالم يعني حضرتكم ممسين كتاعات بينما يعني البعض يعتبر يكون انتو البزنس بينما الطبقة اللي هي السواد الاعظم من اللبنانيين دعايب يعني خطاع الخاص يقدر يكبر اشغاله ويكبر الاتصاد ويكبر النمو ويزيد فرص عمل شو المطوب العامل كيف يعيش وقت اكبر الاتصاد انت مية انتو عم بتزيدي عم بتخلق الفرص عمل عم نقدر نزيد العامل وين كنا حقلم حد الادنى بس انت التسعين قديش كان وقدي صار اليوم ايه بس مهم الفرص العمل يلي عم نقدر منخلقها يلي عم نقدر خليه بس بدي كمل انا كمل شرح كان بعد ما نحنا رفضنا هل القرار اذا بدي قرار اما فكرة الوزير كان اقل شي على الوزير العمل انه يدعي الهيئات الاجتماعية لا يتحور معه يا معالي الوزير من طواضع لله رفعه كان اقل شي تحاور معنا اسأل انتو ليه رافضينه لا سأل عن الهيئات ولا سأل عن الرأس التلاته ولا سأل عن الوزرائي اللي معه وماشي بمشروعه انا بقول له هالمشروع ما حيمشي بمسك ما حيمشي محيمشي على من نحنا اخذنا القرار بالهيئات الاقتصادية ما حلمشي ما حلمشي في يعني منوصل عصيان مدني ما منمشي Porter نحكي بالعصيان المدني ما حنقبل انهيار المؤسسات كرامة قرار وزير وتشبص وزير ما حنقبل بانهيار الاقتصاد الوطني بس هون هيدا العنوان الكبير انهيار الاقتصاد الوطني اذا بدنا نناقش فيه هذا المشروع اول شي انتو الاتفاق الموقع بينكم وبين الاتحاد العمالي العام كان من ضمنه 675000 الحد الادنى للاجور زائد 200000 بس مش من ضمن الراتب يعني المعترف فيه بيعملو 675000 وقرار الوزير 868000 يعني انتو اكتر نحن اكتر مصبو بس بس قرار الوزير قرار الوزير هيحمل عبئ للكطاع الخاص باول سنة بس بال2012 مليار و 200 مليون دولار زيادة اعباء اشتراك ضمان الاجتماعي هيحملنا مليار ونص لتسوية نهاية الخدمة يا معالي الوزير مليارين و 700 بسنة القطاع الخاصة بتحملهم طب انا عندي طرح تاني في خليف نحن اليوم بالرأي وانا عم بوجه هيدا الطرح لجنرال عون اختار يا جنرال اي مؤسسة من المؤسسات العالمية الكبيرة ونحن كالهيقات اقتصادية من مول هيدا المشروع خلي تعمل لك دراسي قرار الوزير وقرارنا قرارنا وين بياخد البلد وقرار الوزير وين بياخد البلد بس هو يعني حتة من روح هلوين بياخد البلد لانه النتائج رح نتوف معك يعني بسياء الحلقة اذا بدنا نفند هيدا القرار نعم اليوم في رأي بيقول انه قديش نسبة المضمونين لنا العمال 350 ألف 350 ألف اليت تقريبا 30% يللي هل نسجتين بالضمان الاجتماعي من القوى العاملة بلبنان لحدود المليون وشوي يعني تقريبا 30% من القوى العاملة بلبنان مسجدة نعم تم هال 30% البس اللح هيلحق الأجر لميش ع Är нашего نتصور انه لح يلحق 하는و اضافة الرات ما فكر بال 50% اللي هن المهن الحرة المهنة الحرة șو هستمر فيهم نحن عم نفكر وينت شو هستمر بين 50% وقت ما يصير في غلش وحيصير بالمزارع وين حتصير الزراعة من بعد حد أدنى من 168 ألف خلي يجيوه من الوزير وين حتصير كيف يعني شو حيقدروا يتحملوها المزارعين كيف حيقدروا يتحملوها تبس بالمزارع اجبالا يعني اليد العام للزراعية ليست لبنانية اليوم وين حتصير انت بتعرف الشغلة واحدة ستنا